مستبعي الكرام ديالي سلام عليكم كديري اللبس عليكم ومركم زيان نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتمنى هاد البلاء هاد القراطة تلقاكم في احسن ظروف وان شاء الله هتا تجربوها ليما بغيت ان نشارك معكم وحدة القراطة عن بلابتاطا وبالقرعة الخضراء كاتجي ارو وعشوف عن اللون ديالها اراها تيشهي البلاء كاتشهي غزالة في هادا الصيف اللي كي يحير في العشاء بعد المرز ما كاتلقوا ما تديروا العشاء نتمنى تجربو هاد القراطة غزالة وساهلة واقتصادية و تلاخل توقع تصيبوها يعني ما فيهاش العراقين ولا فيها تمارا ساهلة من البنية الصغيرين او الولادية الصغيرين يصيبوها نتمنى تتعجبوكم وإلى عجبتكم تعابوني احبي الكرام يلاهم معايا باش نشوفوا هاد القراطة كيف اجدرنا لها غاد نبدو نبدو دابا ديروا على حسب الوليدة ديالكم والعائلة ديالكم انا اخديت جج قرعات هنا خضرين اخديت تقريبا واحد الكيلو ديال البطاطا اخدوا القياس واحد ديال البطاطا والقرعة كذلك وغدا نقطع بحل شكل ديال الشيبس يعني رقي وقين شوفوا رأسه لفتقطع ديالها راكم ما قلت لكم البنيات الوليدات الصغيرة من كل ما يصيبوها ما كانش المشكل انتم ما يعني تكون ديالك بطاطا رقيقة انتم ما كنت شوفوا اه سافي غدا نكمل داك الكيلو تقريبا هكا بكل كن نديرو هكا بحل شيبس وانا نرجع معاكم اللي نكملها انتم ما كملت هاد البطاطا كلها انا ما شاء الله كتعطي وديك للقرعات تهيك كذلك نفس نفس الشيء ديال البطاطا نقطع مطرفتها كرودلات ارقي وقين انتم ما كتشوفوا را ساهل ما فيش وهاد القرعات وواعر دراري ما كتش لقرعات غدا غدا نياكلو را توليداتي ما ما ياكلوش حلم الحاجة ولكن ما كنت نديرها را تياكلوها اه وكتجي سهلة واقتصادية كما باش بغي تخدموها اخدموها انا خدمتها بالقرعات انتم ما مغي تديروش حاجة مبطاطا ديروها متال قرعات كتجي واحدة شكلو نتمنى تجربوها في هذا الصيف والناس لي كيحيروا في العشاء بعد المرات ما كتلقو باديرو العشاء يمتصيبوها صافي يكمل دكش كلو غدا ندير شوية الملحة عير شوية مشي بزاف يعني واحدة دبنا نكرر شبه ديك القرعات ولكن حسب واحدة نسمعي القصغيرة هذه القرعات ما كتخررش بزاف لبزار تاني شوية البزار اه نعرو ربع تلمعي القادية لبزار لما انتمش هاد القرعات الكارشو هاكا سوف نخلط هذا الخالط هذا كله ونخليه جانبا وارجع معاكم صافي وارجع معاكم سوف نبدأ الكفتة بغيتوا دجاج ديرو بغيتوا ديرو الكفتة ديرو اللي بغيتوا انا درت الكفتة واحدة تقريبا الرابعة عندي هنا حيث ندير الكفتة في كونجلاتور ما عرفش المقدار دياله كديرا ولكن واحدة الرابعة هنا يا انا نفكها من حيث كان فيها شوية تلش في كيتا شوية وخاش بالتلعشية ولكن ركع عفتم بعد مرات ما تطلقش صافي غدا نفكها مزيان هنا يا وانتماء ديرو بغيتوا ديرو الجيش ديرو الجيش ديرو الجيش ديرو الجيش ديرو شوية القصبر مع النص وهنا واحدة ثلاثة تومات البصلة بغيتوا تشلدوها شلدوها انا درتها في الموليناكس وضوز على العير واختجتوا وريكات هكا ودرت الفلفل الخضراء تاني هكا في الموليناكس بغيتوا ديرو الفلفل كلهم ديروهم درت واحدة نسكة زيت البلدية وشوية الملحة على حسب الضوقة ديالكم كيلي ما يديرها انتم ما حرين هنا العطرية درت شوية الكامون سكنجبير البزار شوية حميراء والخرقوم نص معلقة نص معلقة من الحاجة وكان معك ذاك الكفتاء مع ذاك الفلفل والبصلة بغيتوا ديرو الفلفل كلهم ديروهم يعني يعني الصفراء والخضراء ديرو الحمراء ديروهم ما كيش المشكل انا هاد الشي كنعلي فتلا جدرته صافي قدر القدم زيان لا تشكلها كايا ونحطها جانبا وارجع معكم اراها هاد الأشياء سهل كتغن ندير فهد المول هادي سعجتني شوية صغيرة انا جبت مول احد اخرى غاد ندير واحدة معلقة ديالة زيت البلدية هاي را هكا باش ندهنوا البلا ديالي راح ما مشي اكت لقص دولة شعجة هي ها كايا صافي وغاد نستفدي كبطاطا كلها نسرح كبطاطا كلها ارا اسهل ما يكون سهلة وعشة ارا سهل يعني 35 دقيقة كتحطوا هاد الأشياء ديالكم وكنو عشوية بعد مرة ترا في الصيف كانو عوخ احنا عدنا را صباح عدنا البارد وعدنا الشتاء ديبنا نخلي معكم واحد اللقطة يعني صبحنا على الشتاء والبرد الحمد لله صبحنا مبردين ونتمنى قعل الدول اللي عندهم الحراراتة هم الله يبرد عليهم ان شاء الله بشيش تيوى ان شاء الله والله يسهل للجميع سوف نكمل هذه البطاطا كلها من اللي نستفف طاوى سوف نستفف تانية للقرعة تانية سافرة سهلة المتبئين ديالي يراتها البنيات والبيدات والانتوما يرى أسهل ما يكون ورات تقطع ورات تقطع ورات تقطعها كرهيف حكب شوية أراد غياء كالطيف الفران سوف نستفت القرعة 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 الانتوما نستفت القرعة لانتوما نستفت القرعة الآن dقاجات سوف نذج المساعد سوف نكمل أن تهت من قرعة الآن للمصدر درج القرعة من نشايف some شرح واضح نجد حسنا نقوم بتحليل الفيديو نقوم بتحليل الماء نقوم بتقليب نقوم بتحليل الماء خمسة البيضات التي تحصيح من البيض يدير بشمال سوف نضيفكم طريقة غزالة خمسة البيضات ونقوم بتحليل طحين خمسة البيضات احترق الخليطة بنيات ديال بودرة بشيء ملح ملحب نقوم بتحليل طحية وحلى شرح نقوم بتحليل ثلاثة نتراك نقوم بتحليل طحية نقوم بتحليل الزيت البلدية نسقي الخضراء نتمنى أن تجربوا الخليط نتمنى أن تجربوا الخليط نتمنى أن تجربوا و تحكموا على هذا الساعة أي فرماج تريدون فرماجة نضيف الموزاريلا نضيفه نضيفه نكون هذه المنط Anglo والتكلم نضيفه نضيفه دكتش تنضيفه وارجع معكم باش نوريليكم الطقس كيفاش صباح عدنا اليوم حنايا نوريليكم صباح الخير كديري كديري لبس عليكم ومركم مزيان كان فيك القشتاء الشتاء والبرد شوفوا شوفوا والله والله هي تزبردنا كنا غان موتوا كنا غان موتوا شوفوا الشتاء والبرد في الدار الله كنا كان صباحه وكان سقطره انا كن بغي نشارك معاكم اي حاجة كتكون كن بغي نشارك معاكم شوفتوا المتتبعي الكرام ديالي والله يلا فيقى من نعاس وفكرت فيكم قلتوا والله يتن ناخد هذه اللقطة نشاركه مع المتتبعي الكرام ديالي وانتمنى اللي يعطيكم تاتوا شوية الشتنس لي عندهم الصيف وارجعوا معي الكوزينا ان شاء الله دابا سوفوا خرش القغطة من الفران شوفوا والله العديم رائع المنظر كيفتح الشهية جغزة الاروعة انتمنى تجربوه المتتبعي الكرام ديالي وانتمنى ترجعوا لي في الكمونتر بحي اللي كتكسبو ليا دائما شوفوا ورا ما كان بخلش عليكم بتشي حاجة شوفوا كي جات تكليق غزال 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 وكيتقطع بسهولة بسهولة ما كيتهرس موالو شوفوا انتما تقطع ديالو ارأس هلما يكون انا بغيت نهزوها كيا شوية لاصقكها في الجداب يعني شدوا هكذا كي تقطع انتما هاد السباتيل هادي ودورها كلها في جنيبتك انتما كانت شوفوا صافي وكيتهزلكم شوفوا ما كان لا لا ملتش حاجة شوفوا لا صوص لكن ما ولا لا صوص شوفوا كي جات نتمنى تعجبكم المتتبعي الكرام ديالي ارا غزال اشو اللا غدافات الصيف كاتجي روعة وانتمنى تعجبكم وإلى عجبتكم متنسونيش بالليكات ديالكم وليجام وليكومونتر زبين ديالكم شوفوا كي جاتراء كاتجاهي كاتجاهي شوفوا غزالة وسنقول لكم المتتبعي الكرام ديالي للحلقة القادمة ان شاء الله مع السلامة مرسي بوكو مرسي